هنشوف أبرز تصريحات السيد بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات بعد زيارته للنادي في البداية شكرا للنادي الأهلي للقائمين على الإعلام في النادي الأهلي شكرا لرئيس مجلس الإدارة الكابتن الخلوق محمود الخطيب زيارة مهمة وتاريخية لنادي الوحدات وبداية التعاون إن شاء الله مثمر ليست اتفاقية وحبر على ورق ولا بروتوكولات رسمية بعيدة عن كل هذا الموضوع سيكون هناك عمل على أرض الواقع تم التنسيق من هذه الزيارة منذ فترة طويلة لكن ظروف منعة الناديين يكون في اجتماع سريع لكن إن شاء الله ستكون هذه بداية مثمرة للتعاون على أرض الواقع اليوم تم طرح العديد من المواضيع مع الكابتن الخطيب فيما يخص في التعاقدات اللاعبين هل ممكن الوحدات يستفيد من اللاعبين في النادي الأهلي خصوصا لما عندهم فرصة بالفريق الأول ممكن يستفيد منهم الوحدات بدلا من نتعاقد مع اللاعبين غير معروفين اليوم النادي الأهلي موجود وهو نادي نحن نفتخر فيه بالأردن نادي يعشق الملايين صراحة كما يعشق الوحدات الملايين ناديين جمهريين اليوم لذا اتحدت القوى أكيد فيه نتائج على الأرض قوية جدا طلعنا على التجربة الاستثمارية في النادي الأهلي وكيف يتم تسويق شعار نادي الأهلي وهو الأهم وطبعا تجربة ناجحة فعليا وقوية جدا إن شاء الله الوحدات يستفيد منها بشكل إيجابي ومهم يقدر يستفيد من شعار نادي الوحدات بشكل أفضل اليوم في الوحدات عنده متجر إلكتروني وطريقة تسويق معينة لكن لازم نطلع به ونرتقي بالفكر للمستوى اللي يوم شوفناه في النادي الأهلي في موضوع التسويق واستغلال الشعار بطريقة فضلة هذا هي بداية التعاون إن شاء الله ستكون العديد من المجالات سيتم توقيع اتفاقية قريبا جدا بعدما تحطينا الأطر والخطوط العريضة لهذه التفاقية والتفاقية التعاون الفعلية على الأرض وتم دعوة النادي الأهلي لزيارة الأردن ولعب مباراودية مع نادي الوحدات وجمهير نادي الوحدات وجمهير الأهلي في الأردن متشوقين لأخواننا المصريين وبالخصص النادي الأهلي على الأراضي الأردنية يعني نادي الأهلي نادي متكامل يمكن هذا المقر واحد من أربع مقرات في محافظة واحدة وهذا إنجاز يحسب للنادي الأهلي يعني بصراحة منظومة متكاملة قاعات رياضية مجهزة لللاعبين بكل النشاطات المختلفة ملعب التدريبي صلاة مختلفة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية الاهتمام بالجانب الاجتماعي في النادي الأهلي مهم جدا بصراحة وجود العائلات ودعمهم للنادي هذا غير أنه مصدر داخل للنادي لكنه فعلا مهم جدا يكون في عنا مرافق تهتموا بالأعضاء الموجودين بالعكس تجربة جميلة جدا ونحن نتمنى أن هذه التجربة تنتقل للأردن لدينا شيء مصغر لكن سيتم تفعيلها بشكل أكبر إن شاء الله في الأيام القادمة النادي الأهلي جماهريته عالي جدا نحن اليوم نعتبر جمهور نادي الوحدات وجمهور نادي الأهلي جمهور واحد أنا أعتبرهم نادي الشعب نادي الطبقة الوسطى لكنها الكادحة والفعالة والمحبة والعاشقة لكرة القدم اليوم إحنا لما يكون في بطولة وفيها النادي الأهلي جمهور وحدات بتحضر المباريات وبتشجع النادي الأهلي كما هو الحال في الأردن المعظم من الإخوان المصريين في الأردن برضو عاشقين وكانوا مع النادي الوحدات ودعمين لنادي الوحدات في البطولة الأسوية العلاقة قوية جدا إن شاء الله لما يكون في مباراة وقريبا رح تكون إن شاء الله مع النادي الوحدات في الأردن رح تشوف هاي العشق الجماهيري اللي موجود بين الجمهور الوحدات لنادي الاهلي اشتركوا في القناة